أقل من أسبوع يفصل إيران والقوى الغربية عن موعد العودة مجددا إلى فيينا لاستكمال الجولة السابعة من مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني في أجواء مشحونة بين الطرفين قد تقلص فرص إنقاذ اتفاق لزانا آخر حلقات التصعيد بين الغرب وطهران كانت ما كشف عنه قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني رضا تنكسيريا الذي اعترف بأن اشتباكات عسكرية مع القوات الأمريكية في بحر عمان خلفت سقوط تسعة جنود من قواتها مضيفا أن مياه الخليج شهدت مواجهات عديدة دون الإعلان عنها لوسائل الإعلام التوتر على مياه بحر عمان يتزامن مع زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران والتي كانت قد استبقتها تصريحات للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية يطالب الوكالة بعدم السماح باستغلالها لأغراض سياسية لطالما أوصينا الوكالة الدولية للطاقة الذرية باستمرار التعاون الفني وعدم السماح لبعض الدول باستغلالها لأغراض سياسية ولتمرير أجندتها سنتوجه إلى فيينا لأننا عزيمون بشكل جدي على إلغاء العقوبات المفروضة على الشعب الإيراني بفريق تفاوضي شامل يسعى إلى تحقيق هذا الهدف بدوره جدد كبير المفاوضين الإيرانيين تمسك بلاده بمواصلة أنشطتها النووية رغم تحذيرات المبعوث الأمريكي إلى إيران روبيرت ماليا من أن وطيرة طهران المتسارعة في تعزيز مخزونها من اليورانيوم يهدد باستحالة العودة مجددا إلى الالتزام بخطة العمل الشامل المشتركة لعام 2015 اشتركوا في القناة